كل من الناس في قرية من القرى كان لديه أكرمكم الله حمار وهذا الحمار قام بخدمة هذا الرجل سنين طويلة ثم مات الحمار فهذا صاحب الحمار قال والله لا يمكن أن أترك هذا الحمار تأكل الكلاب البهاي لابد أن أدفن هذا الحمار فهذا حتى يجب أن أدفن هذا الحمار وحفر 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 ووضع الحمار في الحفرة ووضع عليه التراب ثم رجع إلى البيت ونام خرج رجل من أهل القرية وجد هذا القبر في أطراف القرية في خارج القرية فراجع مشرعا إلى أهل القرية قال يا أيها الناس هلم متعالوا رجل صالح من الصالحين من الأولياء دفنته الملائكة بليل فخرج أهل القرية وأصبحوا يعبدوا هذا القبر وبعد قرية أهل قرية أهل قرية عبادته استيقظ صاحب الحمار لم يجد أحد من أهل القرية في القرية خرج وجد الناس يطوفون حول القبر ويذبحون الله ويدعونه من دون الله قال لهم ماذا تصنعوا قالوا هذا والي هذا رجل صالح دفنته الملائكة بليل قال هذا حماري كيف تعبدون من دون الله الحمير والكلاب نترك عبادة الله سبحانه وتعالى ثم نعبد الجيف نعبد الأموات أما عبادة رب على مبيل كرارة صار مع عبادة بك